تحضر اليمن على هامش الاجتماعات الدولية والإقليمية كملف يبحث عن حل ينهي حالة الحرب التي يمر بها منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع منذ أكثر من عام ونصف الملف اليمني يكبر كل يوم أكثر ويسقط فيه ضحايا جدد وتحول لمجرد اسم يضاف إلى أسماء دول تعاني من الفشل وتلتهمها الصراعات والانقسامة الدولية جولة مفاوضات ثالثة تسير على غيران الجولات السابقة تفاوض فموعد فتخلف عن اللقاء ثم يعود كل طرف إلى قواعده للعودة إلى مربع الصفر الأول تراوغ الميليشيا وهي تستند للتناقضات الدولية ورغبتها في إطالة عمر الأزمة اليمنية باعتبارها الثقب الأسود الذي يلتهم المواقف الإقليمية ويجعلها رقعة شطرنج بموجبها يتم ترتيب أوراق الصراع الإقليمي في مناطق أخرى جولة جديدة يقوم بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المنطقة بحثا عن حلول للكوارث التي لحقت بها خلال فترة تواجده في البيت الأبيض وفشلت جميع جهوده في الإيفاء بأي من تعهداته لحلفائه باستثناء الطرف الإيراني الذي استطاع إخراجه من بوابة العقوبات على حساب مصالح ومخاوف دول الخليج وأمن المنطقة واستقرارها مكافحة الأنشطة البحرية المخالفة الإيرانية من خلال تسيير دوريات المشتركة لاعتراض حمولات الأسلحة الإيرانية الموجهة لليمن أو لغيرها من مناطق الصراع لا يمكن قراءة الدور الأمريكي بمعزل عن تصريحات وزير خارجية أمريكا التي تحدث فيها عن تفاهمات سياسية فور تثبيت وقف إطلاق النار واتهامه الرئيس هادي بتعقيد الموقف السياسي بسبب تعيينه الأحمر نائبا له وبندغر رئيسا للحكومة وهو ما جعل العديد من المراقبين يتحدثون أن ذلك الموقف هو ما جعل ميليشيا الحوثي وصالح تتخلف عن حضور مباحثات الكويت والركون إلى الموقف الأمريكي المعرقل لأي تصعيد مقبل تجاه الميليشيا في أروقة المؤسسات الدولية تسعى المملكة ومن ورائها دول الخليج للخلاص من الكابوس الذي نمى في حديقتها الخلفية وانتبهت له في وقت متأخر لكنها تجد نفسها بدون غطاء دولي وبدون حلفاء لا يسعون للي ذراعها تخوض المملكة معركتها الخاصة وتخوض الميليشيا معارك بالوكالة للحليف الواقع خلف البحار ويستمر اليمنيون بدفع ثمن تناقضات كافة الأطراف الإقليمية والدولية وأخطاء عقود طويلة من السياسة الفاشلة اشتركوا في القناة